كان منشأة حديثة فتحول بفعل الإهمال إلى مجرد تجمعا للباعة والمتسوقين المتكدسين خارج أسواره أكثر من الداخل يعتبر السوق المركزي في مدينة جعار واحدا من أهم المنشآت الحكومية لكن غياب الاهتمام الذي طاله أهدر جهود السلطات خلال السنين في محاولة تحسين المدينة وإنقاذها من الحالة العشوائية نزلت قبل يومين دعوات لأدخال كل الباعة المتقولين خارج ورصدهم داخل السوق هنا يقف بائع الخضروات بعرباتهم بينما يجلس بائع الأسماك في الجزء الداخلي منه وبين هذه المسافة تسير شؤون السوق وسط حالة مزرية بغي من المجالس المحلي في المنطقة والوقهة والشيوخ أن ينظم السوق لأن الناس هالي تنظم أنفسها والدولة تجي شيء ثانوي لأن هذا الصراع على وجود الدولة نحن نعيش لها دولة الدخول إلى السوق يثير الأستغراب والتعقب من الحالة التي لحقت به بعد أن أهدرت السلطات في السنوات السابقة ميزانية باهظة تقدر بملايين الريالات لأنشائه وتشييده تماما تنعدم النظافة هنا كما تنعدم الرقابة والمتابعة من قبل المكاتب الخدمية كالبلدية والصحة وهو الأمر الذي دفع بالكثير من أصحاب المحلات والباعة لتركه باحثين عن أماكن أقربة للبيع غير مكترثين بما قد يخلفه انتشارهم هنا من مناظر تشوه وقه المدينة لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان اشتركوا في القناة